السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من رياضيزيا النهاردة هنتكلم على التكامل بقى لنا فترة كبيرة منازلناش مهلا في فيديوهات عدى على الأربع سنين ساعتا كنت لسه معايد في الكلية حاليا الحمد للبقى الدكتور فان شاء الله نحاول ما نقاطعش هحاول كل فترة نعمل فوت على موضوع معين وبنان عليه مثلا اعلى نزمة نروح مختارين الموضوع دوت نتكلم عنه ان شاء الله نتكلم النهاردة على موضوع مهم فرع من الفروق الكالكولوس ما عرفش هيخلص على كام فيديو بس مطول معانا شوية نحاول نلهمه بالكامل ان شاء الله غالبا بيبقى كورس في بعض الجماعات صح فنحاول ان شاء الله نغطي الجزئية ديت و واحدة واحدة يعني واحدة كده تبتدي تشوف الدنيا نصفت لك لازم تبقى مزبط جزء ال بالدفرنشيشن يعني كنت مرتب اللي ابدأ الدفرنشيشن وبعدها نعمل فيديوهات عن الانتجريشن بس لما لقيت الناس عايزة الانتجريشن الاول فخلاص نتكلم الانتجريشن لازم انت تكون مزبط جزء الديفرنشيشن الانتجريشن اسهل الانتجريشن كأنك بتكسر الحاجة مثلا لو معك مرهية بتكسرها الانتجريشن بتلمي اللي انت كسرته يعني لو ندي كده اكزام بالبلد فانت طبيعي اللي انت بتلمي اللي انت كسرته تتعور اتلاقي صعوبة وانت بتلمي الحاجات اللي تكسرت كأنك ماشي العكس فاكيد مزي ما انت ماشي عادي فده اللي بيدي صعوبة في الانتجريشن بقى في التكنيكس بتاعته في الرولز بتاعته فاهمني؟ صعوبة اللي انت ماشي العكس او بتلمي الحاجة اللي انت كسرته بتبقى صعوبة عليك الدنيا شوية ومهم في الفيديو بتاعنا اوضا بنتكلم فيه من ناحية الماسماتيكس على طول كمن ناحية تدريسية اللي انت هتبتدي تلاقي ايه مثل وعندك الدنيا على طول ايه مثال ايه مثلا 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 نعا ما مثلا مثلا حيث thinking لول معرفة تعالي ما مال نتكلم عن تكامل و جامنين و أول عالم عمل الفكرة نجعلها فيديو الوحدة نتكلم في الفيديو النهاردة من النحية الأكاديمية مهم أن تمشي بنفس الترتيب الفيديوهات هذا الفيديو الأول عندك سنتكلم عن بداية الانتجريشن بعد ذلك ستجد أول فيديو و تاني الفيديو يتكلم عن الروز بعد ذلك الدنيا ستفتح معنا وحدة وحدة ونغطي جزئي بالكامل بالتوفيق إن شاء الله اللهم أجرأ أعمل لنا صالح والجوك الكريم و خالصها و تخلنا بالفدوس الأعلى نخش على جزئ المكثماتيكس نبدأ يا جماعة النهاردة في الموضوع الجديد وهو الانتجريشن الانتجريشن بالعربي يعني التكامل التكامل بندله المنظر الرياضي دوت علامة التكامل و على طول هتلاقيها في حاجة كده اللي هي مثلا دي اكس دي واي إيه المعنى دوت معنى كده إنك بتعمل إنتجريشن وز ريسبكت تو اكس يعني بعمل إنتجريشن بالنسبة لإكس يبقى العلامة ديت كده هي علامة الإنتجريشن أما الفين الفونكشن اللي أناعملها إنتجريشن هتبقى هنا يبقى الحاجة الفاضية دي أو المربع اللي أناعمله دي الحاجة اللي أنت هتعملها إنتجريشن تمام؟ زي ما أنت أكيد فاهم أو سمعت إن الإنتجريشن بنعكس إيه؟ بنعكس الديفرنشيشن أو بتعمل عكس الديفرنشيشن وده أبسط مفهوم هل هو غلط؟ لا سليم بس هل هو ده المفهوم بس الإنتجريشن لا الإنتجريشن لي معنى فزيكال ميننج وليه أبليكيشن مهمة جدا هنعرفها بس ممكن في فيديو تاني أو لما نخش في التفاصيل أكتر هنجمع الدنيا دلوقتي اللي هناخده إن شاء الله في الفيديو دوت هو الرولز هناخد الرولز بتاعة الإنتجريشن تمام؟ أو القواعد بتاعة التكامل اتفقنا إن إحنا علامة الإنتجريشن هتبقى بالمنظر دوت ولازم نقول بنعمل إنتجريشن بالنسبة لإيه؟ يعني مثلا لو كاتب أنا كده إنتجريشن وهنا فيه فونكشن وكاتب دي اكس بيعمل إنتجريشن للفونكشن ده بالنسبة لإكس طيب دلوقتي إحنا قلنا الإنتجريشن بعكس إيه؟ بعكس الديفرنشيشن يعني لو أنا عندي كابيتل F وف اكس مثلا بإكس سكوير وقلتلك هات الدريفاتيب بتاعة الدلة دي أو هات التفاضل أو الاشتكاك بتاعة الدلة دي كنت بتعمل إيه؟ كنت بتقول دي F باي دي اكس يطلع معاك بكام؟ بإتنين إكس صح؟ دلوقتي اللي أنا عايز أعمله عايز أعكس الخطوة ديت عايز أعكس الخطوة دي تمام؟ يبقى إيه الرولز اللي أنا أزبطها أو أخدها عشان أخلي الفونكشن ديت ترجع معي الإكس سكوير تاني؟ تمام؟ هل كل مرة هعد أخمن أقول يا ترى إيه اللي أنا عملت له دريفاتيب تطلع بالمنظر ده؟ لا أكيد فيه رولز هتسهل لي إيه؟ في الدنيا شوية ده اللي احنا هناخده إن شاء الله النهاردة طيب يبقى أول مفهومة عندي هو وفي إيه يعني إيه الكلام دوت؟ يعني المعنى بتاع التكامل الغير محدد هل في التكامل بيبقى محدد؟ يعني ممكن يبقى فيه رقم هنا ورقم هنا أو فيه فونكشن هنا وفونكشن آه ده بيتسمى تكامل محدد اللي هو وده هناخده قدام ممكن يبقى مثلا من وده هنشوف بيتحسب ازاي؟ يبقى اللي هناخده النهاردة أو في الكزا فيديو اللي جاي هو أو يبقى التكامل لغير محدد بقول فونكشن فونكشن اف دي اكس يبقى بعمل بالنسبة ال اكس بيطلع معي مثلا كابتال اف اف اكس فونكشن تانية جديدة هي كابتال اف اف اكس وبضيف معاها ثابت اللي انت اكيد برضو سمعت عنه وده مهم ان انت متنساهوش وبالزاد لو بتتكلم في مسألة اه السابت ده لوحد حوار بيعمل لك قصة وموضوع مهم تمام طيب ليه بقى يضيف سابت لان مثلا ف المسألة اللي انا كتبتها دي كده وافت��تها وقلتلك ف اف اكس بكس سكوارد وقلتلك هات الدريفتب بتاعها وقلتلي اتنين أكس طب لو انا قلتلك مثلا اف اف اكس مثلا او واي عبار مثلا عن اكس باور سري بلاس ناين تمام وقلتلك هات الدريفتب بتاعه يعني هات التفاضل بتاعه دي اف باي دي اكس يعني هات تفاضل ال F بالنسبة ال X او هات ال derivative بتاع ال F بالنسبة ال X هتقول لي كام هتقول لي 3 X تربيع وتسكت لأيه لأيه لأن plus 9 دي او زائد 9 التفاضل بتاعها 0 فلما تيجي تعمل integration هتروح ايه ال A ال integration بتاع سريه X squared زي ما نعرف هيدي لك ال X Q وال 9 كده ما تجبش سريتها يبقى انت كان فيك constant اتعمله derivative طار لما اعملت له derivative طار فانت مش عارف بقى في خطوة ال integration اللي انت تعملها دي ترى كان فيه constant او لا يعني ايه يعني لما تيجي تعمل integration لديت هتدي لك ال X Q تمام صح بس انت ما جبت السريت التسعة لكانت مكتوبة دي يبقى دلوقتي بقيت بضيف سابت لأن احتمالي يكون فيه constant ولما تعمله derivative A طلع معاك بزيرو معايا يبقى دلوقتي في كل مرة بحس فعل integration بضيف A constant لأن لو جيت عملت derivative للخطوة دي هيديني ادريبا فاضل بتاع اه دي هنقول دي باي دي اكس لل F capital تمام هيدي لك ال F small اللي هنا ودي باي دي اكس للسابت اللي هو السي هيدي لك زيرو صح فعشان كده بحط احتمال معايا ان كان ممكن يبقى فيه function اتفاضلت فيه constant او فيه ثابت اتفاضل طلع معايا A zero يبقى دا اللي بيخليلك تحط احتمال ان فيه ثابت في كل مسائل الintegration اللي هو indefinite تمام اللي هو integration ما يكونش فيه حدود على علامة التكامل معايا خلاص دي تفهمت كويس دي اول جزئية بعد كده بيخش في الخواص بتاعة A بتاعة الintegration اول خاصية عندك لو فيه ثابت مضروف في function يعني بتعمل integration لثابت مثلا اسمه C والfunction عندك اسمها F of X او اي حاجة زي ما هنشوف في الexamples هيقدر الثابت دوت يطلع برا خالص وتروح عمل integration للfunction على طول وتريح دماغك تمام زائد طبعا الثابت اللي انت هتضيفه هتسميه C K اي حاجة يبقى اول خطوة عندي او اول property عندي ان لما اجعل الintegration وفيه constant مضروف في function طبعا مش مجموع ومطروح يكون ايه مضروف في function ديت قدر تطلع برا علامة التكامل عادي تمام يبقى دي كده خاصية مهمة تاني خاصية ان الintegration دو بيتوزع على الجامعة والطرحية يعني لو عندي two functions مجموعين او مطروحين يقدر علامة التكامل ايه تتوزع على الجامعة والطرحية بل الintegration بتاع f of x dx زائد الintegration بتاع g of x dx طبعا في الاول انت ممكن تعمل كده بقى كده بتحصل حاجة بدماغك على طول يعني من يجيلك الintegration ده اللي تنبقى مجموعين كده وخلي بالك البركت معلوش اي حاجة من فوق يعني ده كأنه power one مفيش اي حاجة على البركت يقدر علامة التكامل تخش ايه جوه وتحسب لك كل term اللي واحد وشبه اللي كان بيحصل في التفاضل بالصبط تمام؟ طب تعالى كده نبتدي ناخد شوية كواعد او نبدأ في صفحة جديدة اول rule عندك او basic rules اللي احنا هنبدأ بيها اول rule عندك هو لما اجي اعمل integration لما تيجي تعمل integration لايه لما اجي اعمل integration للثابت ثابت مثلا اسمه k بعمل integration بالنسبة ال x اللي احنا بدأنا بيها بدأين ايه ان ال variable يكون عندك اسمه x بعمل integration للثابت فالمفروض ده ايه اللي هيحصل كده بالترتيب الثابت هيطلع برا علامة a التكامل وهتعمل integration ل dx على طول integration ل dx هيديلك a ال x والثابت ينزل كما هو هيبقى k زي ما هي وintegration dx هيبقى ب x تمام؟ زائد ثابت ثاني اللي انت بتفرده في كل مرة بتحسب فيها التكامل يبقى دلوقتي مش فاهم ايه اللي حصل هنا اول rule عندك بقولك لو انت عندك constant وبتعمله integration فالانصر بتاعك هيبقى kx ال constant انت بسميه k فهيبقى kx ليه؟ لانك لو جيت عملت derivative لkx plus c طبعا derivative c هيبقى ب zero خلاص مش هيتجاب صيرته derivative kx هيديلك كام؟ يعني مثلا k دي كانها خمسة عندك بتعمل integration بتعمل differentiation للkx او للخمسة x بيديلك كام؟ بيديلك خمسة صح؟ اللي هي الكل هنا يبقى دلوقتي اول قاعدة عندي اني لما اجي اعمل integration للconstant كاني بلزق جنبه x جات منين؟ جات ان الكلنص انت بيطلع بره وانتجريشن dx بيطيره بعض يتبقى معاك ال x على طول تمام؟ يبقى دلوقتي كده لو عايز اخد example بقولك integration للخمسة dx يعني بعمل integration للخمسة بالنسبة لx هتتطلع كام؟ الخمسة هتطلع بره التكامل وانتجريشن dx هتبقى بx زائد c طب لو بعمل integration لأي حاجة لnegative مثلا 9 dx دي تتحسب ازاي بعمل integration لnegative 9 dx negative 9 تطلع بره وهتبق negative 9x plus c يعني السابت الintegration بتاعه بتحط جنبه x كل constant عندك بس لما يكون constant تفترم لوحده بحط جنبه x يعني لما اجي اقولك integration ال half مثلا او integration النص هيبقى بكام بنص x طبعا زائد سابت تمام؟ اقولك integration مثلا negative 3 هتبقى negative 3 x تمام؟ يبقى اول خطوة ودي اصل خطوة فيهم لما اجي اعمل integration للسابت تمام؟ يبقى اول رول عندي ان اعمل integration لأيه للconstant طيب تاني حاجة عندي ودي مهمة جدا لما تيجي تعمل integration لأيه بقى؟ لما نيجي نعمل integration لbrackets لما اجي اعمل integration لbrackets لما اجي اعمل integration لbrackets لما اجي اعمل integration لbrackets مثلا اسمها u بالنسبة لx هعمل integration لbrackets اسمها u بالنسبة لx لازم اتأكد تفاضل ما بداخل القوس موجود بره هو ايه الbrackets اللي عندي ما الفنكشن ديت هتبقى ترون مرفوع الpower in يبقى فيه bracket مرفوع الpower in صح؟ لازم تتأكد ان ال derivative الحاجة اللي جوه الbrackets دي موجودة بره في الحالة دي بيطلع الرول بكام؟ بيطلع عندك u هتروح ايه n plus 1 over n plus 1 plus c يعني ايه؟ يعني لو عندك bracket هنسمي u مرفوع الpower in وتفاضل ما بداخل القوس موجود بره عندك drive in size bracket موجود بره مسمينه احنا u dash في الحالة ديت بقدر اكتب ال bracket تاني وازود واحد واقسم على ايه؟ واقسم على القوس الجديد طيب ابسط حاجة فيهم لما اجا اقولك integration ال x to the power n dx هل دي بتطبع لها القاعدة اللي فوق؟ اه بتطبع لها القاعدة اللي فوق ليه؟ ال u هنا هي ال x و derivative of x بكان بواحد فما فيش حاجة جنبها فبكل سهولة بدروح كاتب ايه؟ كاتب x to the power n plus 1 over a over n plus 1 plus c وده ساعات بيتحسب rule كل من ضمن الرولز اللي عندك تمام؟ يبقى دلوقتي لو انا عند ال u اللي هنا اللي هي ال bracket دي هي عبار عن x بس ف derivative of x اللي هي الحاجة اللي جوه ال bracket become 1 فمش يتكتب حاجة فبالحق دي بتقول x to the power n plus 1 over n plus 1 طيب عشان نفهم دي هتخد كده example خد اسميه مثلا example 1 عندك في الاجزاء اللي هي دلوقتي هتفهم الدنيا كويس اول حاجة عندك لما تعمل integration ل x dx مثلا اول حاجة ال x ديت مرفوع الباور كام مرفوع الباور 1 هتطبق الرول اللي فوق هيبقى ال x زي ما هي وهتزود واحد واصلا كان فيه واحد اللي هي to the power 1 هتبقى x squared over a over 2 plus c يبقى زودت واحد على الباور اللي هو كان واحد بس ما بيكتبش هيبقى واحد زياد واحد اثنين وبتقسم على ايه على الاثنين طيب لو جيت قلتلك كده ال integration بتاع x to the power 4 dx دي هتبقى بكام هتكتب ال x هي 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 وهتطبق الرول اللي هنا دوت هتروح مزود واحد واسم على ال new power هيبقى 4 زائد واحد على 4 زائد واحد زائد c اللي احنا طبعا نختصره بعد كده وتعمله على طول هيبقى x power 5 over 5 تمام plus c طبعا انت لو عايز تتاكد ان الناتج اللي انت جبته دوت سليم هتعمل هتعمل derivative هتعمل تفاضل للي انت لسه حزب مفروض يتديلك اللي هنا تعال كده اعمل derivative لدوت الواحد على الخامسة تطلع برا والتفاضل بتاع x power 5 بكم بخمسة x و 4 الخمسة هتطير مع الخمسة يتبقى معك x و 4 اللي انت كنت لسه عمل لها ايه integration طبعا اني خطوة بتأكد لك اللي انت شغال صح بس ما تستعملهاش ايه على طول لان بعد كده لما نيجي نستعمل بعض الاختصارات اللي عندك زي لما نخش في الجزء بتاع الدولة المثلثية هتلاقي مش شرط يحصل الحاجة اللي انت جبتها هي الحاجة اللي انت لسه عمل لها integration تمام هنشوف يعني الجزئية ديت قدامي شكلها بيتغير بطبها هي هي بس شكلها بيتغير في الاجزاء الاولى تقدر تعمل الخطوات ديت وتتأكد منها طيب عشان اكد الحتة تدي تاني لو جيت عملت integration لx to the power minus 6 مثلا dx دي عايز عمل لها integration هتدي لك كام ديت هتمشي بنفس القاعدة انت عندك الاكس بس لوحدها يبقى هنا اقدر ازود واقسم على new power بكل سهولة يعني بزود واحد واقسم على القص الجديد هيبقى السالب ستة زائد واحد واقسم على ايه على الباور زي ما هو سالب ستة زائد واحد تمام دي ممكن تختصارها طبعا تبقى شكلها اشياء بكتير هتبقى x negative 6 power 1 هتبقى cam negative 5 وتاسم على cam على negative 5 plus c زي ما هي معايا يبقى زودت واحد واقسمت على ايه على القص الجديد طبعا الدنيا ما بتبقاش وردي والحقيقة ما بتبقاش وردي سواء rule 1 او rule number 2 كل دوت بيتضم وبيجيلك ايه كله مع بعض يعني لو مثلا حد هيسألك ما بيجيش كده العملية ما بيجيش كده تمام بتلاقي ان كلها بتخش مع بعض وبيطلع لك بقى مثال زي اللي احنا نشوفها بعد شوية طيب لو جينا كده اخدنا example بقى على rule الاصلي اللي هو rule number 2 اللي هي الجزئية اللي انا كنت بقولها دلوقتي دي هتخش في rule number 2 لو جيت تعمل كده example مثلا for بقولك integration بتاع ايه بقى integration x x squared plus 9 dx عايزك تعمل integration دوت طبعا هنا الدنيا هتبقى مشية تبع property 2 اللي احنا قلناها ان عندك integration هيتوزى على الترمات لان انت عندك ال bracket اللي هو دوت مش مرفوع لباور حاجة فايه الى الدنيا بنسبالك سهله ال integration هيتوزى على كل ثرم من دول فكأنهم 3 مسائل من اللي انا عملهم دول متجمعين مع بعض هيبقى integration الاولاني هيبقى ال x هتبقى ال x هتزود واحد و تقسم على القص الجديد هيبقى x 2 power 2 over 2 plus هتزود واحد و تقسم على القص الجديد نفس الكلام هيبقى x power 3 over 3 plus دقية اللي هي كان اول rule خالص لما يقابلك ثابت بتلزق جنبيه x هيبقى 9x تمام وبتزود الثابت معايا يبقى كأن example 4 داو تلملك ايه للملك rule number 1 مع الجزء الثاني من rule number 2 طيب rule number 2 الأصلي بقى اللي انا عايزة ارجع له لو قابلك منظر عامل زيه داو ركز معايا فيه لو قابلك المنظر دا x squared plus 3 all to the power cam 4 و هنا جنبك فيه 2x dx بص بقى ركز معايا كده عندك هنا المنظر ايه المنظر اختلف تماما المنظر بقى اتغير ما قادرش اوزع التكامل على كل term من دول ان انت عندك ال bracket او الكوس هنا مرفوع ل power a four و بيبقى قصده هو يزود لك ال power عشان محدش يفكر يفكه يقول لك افك ال bracket والدنيا هتبقى عادي هتبقى bracket كده مش هيبقى عليه حاجة لما افك ال bracket مش هيبقى فيه اي power على ال bracket فقدر ادخل ال integration و احسبها مسئلة عادية يبقى قصد مثلا لما نضع مثلا احنا متحناة من روح قصدين نعملها ايه نعمل ال power عندك عالي بحيث ما تفكرش انت التفكير داو في هذا الحالة دي الدماغك تجعل رونبرتو على طول انه يكون عندك تفاضل ما بداخل الكوس موجود جنبه فاول حاجة هتبص عليه هنا ترامل لقيت براكت والباور خلاص فكرة ان انا افكه دي طارت من دماغي او مش هي دي الفكرة الصح لازم تتأكد الحاجة اللي داخل الكوس دي هل تفاضلها جنبه ولا لا تفاضل ما بداخل الكوس ده بكام او دريفتف بتاع انصاليزا براكت كان بتو اكس هي جاية جهزة جنبها صح يبقى بكل سهولة براح كاتب البراكت تاني اكس سكويرد بلاس سري وزود واحد واسم على القص الجديد يبقى زود واحد يبقى تزا باور فايف واسم على الفايف وزود السابت جات من دي جات من الرول الاصلي اللي انا كنت كتبه هنا اهو الرول ده بيقولك لما يقابلك براكت مرفوع الباور ان تفاضل ما بداخل الكوس اللي هو يو داش جنبه بروح ماسك البراكت وزود واحد على القص واسم على ايه القص الجديد ايه نفس الحاجة هنا بالزبط عندك البراكت هنا اللي هو متسمي يو اللي هو اكس سكوير بلاس سري مرفوع الباور فور تفاضل ما بداخل الكوس جنبه اللي هو يطلع معك تو اكس فزودت واحد على الباور بتاع البراكت واسمت على ايه القص الجديد طيب هل هيجيلي كده جاهز تفاضل ما بداخل الكوس على طول لا طبعا هتلاقي فيه لايه بتطلع يجيلك مثلا الانتجريشن بتاع ايه بقى يجيلك الانتجريشن بتاع اكس كيوب مثلا بلاس وان كل دوت مرفوع الباور فايف دي اكس وفيه هنا كتبلك كام كتبلك مثلا اكس سكويرد يجيلك السؤال عامل كده دي بيتفكر فيها ازاي اول حاجة عندك براكت مرفوع الباور خلاص فايف اول حاجة تيجي في دماغك هل تفاضل ما بداخل الكوس دوت جنبه ولا لا تفاضل الاكس كيوب الاكس كيوب بلاس وان بكام الدريفت بتاع اكس كيوب بسري اكس سكويرد بسري اكس سكويرد صح انت عندك الاكس سكويرد يبقى انت كده في الامان لو ما كيتش موجودة الاكس سكويرد يبقى لا مش هينفع يتعمل الانتجريشن بالطرق العادية ودي هتقابلك قدام شوائية حلوين بقى تمام في عندك تكنيك سب نستعملها في الانتجريشن ودي هي اللي بتوقع على الناس او بتوقع على الطلبة وبتكرهم يعني في التكامل تمام لسه قدام بس احنا لازم نمشي ايه واحدة واحدة او نبدأ من البداية يبقى انت عندك هنا تفاضل او بداخل الكوس بكام بسري اكس سكويرد انت عندك الاكس سكويرد يبقى انت تمام واحد يقولي لو ما كانتش موجودة الاكس سكويرد هل ينفع اضرف في اكس سكويرد واقسم على اكس سكويرد كيلي ما عملتش حاجة لا طبعا ما تقدرش تعمل الحركة دي الحركة دي ما تقدرش تعملها غير في السوابت بس يعني تقدر تدرب هنا في تلاتة وتقسم على تلاتة عشان تزبط شكل التفاضل بر لو ما كانتش موجودة الاكس سكويرد ما في متاغير ما ينفعش تدراب وتقسم في ايه في متغير يعني ما يدرش enhance في اكس سكويرد جوه الاي جوه التكامل. فكل اللي هنعمله هنا مفروض تيجي يعني بقلم مختلف اهو فيه المزرق اسمش عارف ايبقى واضح على لا. وتروح ضارب في تلاتة اهي. وتقسم على ايه? على التلاتة. دربنا في تلاتة واسمنا ايه? على التلاتة كأنني ما عملتش حيكا. حد يقول ايه اللي انا استفدته? لا استفدنا ان احنا كونا تفاضلنا بدخل القوس دوت جنبه. تفاضلنا بدخل القوس دوت بكام بسري اكس سكويرل. قد يكونتها ايه? واسمت على التلاتة كأن التلاتة طارت مع التلاتة ما عملتش حيكا. فالوان اوفر سري اللي انا عدته باللازرق اللي بره التكامل ده ينزل زي ما هو. وفي الحالة ديت انت طبقت الرول بالزبط. عندك براكت مرفوع لباور ان والتفاضل جنبه تفاضل ما بدخل القوس جنبه. اهو براكت مرفوع لباور فايف تفاضل ما بدخل القوس سري اكس سكويرل جنبه. فهتروح كاتب البراكت تاني هيبقى اكس سكيو اكس سكيو بلاس وان وتزود واحد هيبقى باور سكس اوفر ايه اوفر سكس وضيف السابت وتسيب المسألة كده عايز تلمب الارقام دي مع بعضه يبقى واحد على التمنتاشر بره براحتك. تمام? يبقى المل وان اوفر سري لبرا دي بتبقى زيادة فبتنزلها زي ايه? زي ما هي. خلاص واضحة الجزئية ديت. طيب. لو ابتدأي صعب وبرده على نفس الجزئية دي ورح اعطاني مثلا. قال لي مثلا في اكزامبل سيبن. رحنا اخدنا ايه? اخدنا اكزامبل عامل كده. الانتجريشن بتاع ايه? بتاع ايه? بتاع دي اكس مثلا على الجزر الخامس للأكس. سؤال عامل كده. تمام? هل ده من ضمن التابل من الحاجات اللي احنا الرول زيبننا دي اللي هي بيتسمى تابلوف انتجريشن. اللي هي الحاجات البيسيكس اللي هي الاولية يعني الحاجات الاولية خالص. هل ده يتزبط ولا ده يعمل لنا مشكلة? بص. اول حاجة لما يقابلك منظر زي دوت لازم تخلع من الجزر باي طريقة. انت لازم اقرح الجزر اول ما تشوف منظر الجزر لازم لازم تشيله من دماغك. حوله براكت باي طريقة. يعني حتى لو معمول سكوير روت عادي دوت. لو معمول سكوير روت عادي ده. اكتبه باور كام. تروح عامل براكت وترفعه لباور ايه هوف. تمام? يببا لازم تخلع من براكت باي طريقة. يببا دلوقتي انا عايز اخلع من براكت دوت عشان اشوف منظر التكامل عندي عامل ازاي? فعلمة التكامل هتنزل زي مهي يبقى انا بزبط الدلة مش بجاوب. انا كده بزبط الدلة. ادي علامة التكامل ودي دي اكس. والمنظر بتاع واحد على جزر. الجزر الخامس لل اكس دوت. عايزين نزبطه. بص بقى. لما يقابلك لو كانت جزر معلوهش رقم. يبقى دوت باور كام باور هاف. صح? جت ازاي? بتمسك ال باور بتاع الحاجة لجوه الجزر وبتقسمها على الرقم اللي فوق الجزر. طبعا السكوير روت ما بيتكتبش الاتنين. المفروض بيبقى فيه اتنين كده ما بتكتبش. فهتمسك ال باور اللي هنا على الاتنين. فهيديلك ال هوف اللي انت خلاص حفظها من زمان. طب لما تيجي تعمل الجزر الخامس هيبقى كام هتمسك ال باور بتاع الحاجة لجوه اللي هو بون باور الاكس بون. وتروح اقسمها الرقم اللي برة هيدي لك كام? هيدي لك اكس توزا باور كام واحد على الخمسة. تمام? طبعا دي ممكن نزبطها بقى. هتدينا الانتجريشن بتاع اكس كام باور نيجيتف وان اوفر فايف دي اكس. ازاي اتعملت دي? لما يقابلك واحد على الحاجة بتترفع الباور بتاعها ايه بالنيجيتف. يعني لما يقابلك واحد على اكس تقدر بتكتبها كام? اكس باور نيجيتف وان. طب لو قابلك واحد على اكس كيوب. يبقى اكس باور نيجيتف سري. يبقى دلوقتي انا اول حاجة خلعت من الجزر. اتعمل معي بقى باور الحاجة اللي جوه على الحاجة اللي برة. اه والحاجة اللي جوه بواحد يبقى واحد على الخمسة. كده انا شلت الجزر. عايزة خلي المسألة كلها على السطر. يبقى باور كام? يبقى باور نيجيتف ايه هاف. اه نيجيتف ايه سوري وان اوفر فايف. بعد كده دوت راجع معاك الرول اللي هو اللي هو بتاع انتجريشن اكس باور ان. اللي هو بتزود واحد وتقسم على ايه القص الجديد ترامل مسألة اكسات بس. فكل اللي هتعمله هتكتب اكس وهتزود واحدة بنيجيتف وان اوفر فايف بلاس وان. وتقسم على القص الجديد نيجيتف وان باور فايف بلاس وان. كل دوت زائد ثالث. يساوي ممكن تحسب ديت بالقالة بحسابها بدماغك. الان دوت هو اوفر فايف ولما تجمع ديت بالقالة هتدي لك اربعة الخمسة يبقى اربعة الخمسة على اربعة الخمسة زائد ايه زائد ثالث. تمان? طيب كويس. بعد كده قبل ما نخش في رول تاني ممكن ممكن نشوف هل ممكن نضم مسألة كمان استنى ممكن نخلص مسألة كمان وناخد ايه رول في صفحة جديدة احسن. يجي لك مسلا انتجريشن نقلف كده مسألة. الانتجريشن بتاع ايه? بتاع اه او ثواني ممكن نقول الانتجريشن مسلا منظر دا. واحد على اكس سكويرد ماينس او او خليها بلاس سري اوبر ايه اكس روت اكس ماينس تو دي اكس. تعال نشوف كده المسألة دي. طبعا هنا انت ايه? هتبقى تاخد نفس كده وتريح نفسك شوية ان مفيش البراكت اللي هو الكبير اللي اعمل من المسألة معلوش اي باور. فانت كده الانتجريشن هيخش على كل ترم والدنيا ايه في الامان. يبقى كان دي تلت مسألة متجمعين. هو بس ايه? عشان يكسب وقت بيدمو لك التلت مسألة ايه? مع بعض ويختبرك فيها مرة واحدة. يقدو لك كده كانون تلت مسألة. بس قبل ما تعمل الانتجريشن لازم تزبط كل الترمات. الترم دوت يتزبط بسرعة والترم الاخير طبعا متزبط الترم اللي في النص هو اللي عايز ايه? يتزبط شوية. فهتروح عامل انتجريشن. واحد على اكس سكوير دي تتزبط تبقى اكس باور نيجيتف تو. عشان اعمل لها انتجريشن خليها ايه? اكس باور نيجيتف تو. هتبقى سهلة وانت بتعمل ايه انتجريشن. يبقى لها بعمله دلوقتي بعمل ايه? بعمل تزبيت للمسألة مش بجاوب. زائد تلاتة على اكس روت اكس. اهه. دقيقة ممكن نزبطها بس تركز فيها كده بالروحة. الاكس اللي تحت زي ما هي. والسكوير روت بتاع الاكس اللي احنا اتفقنا هيبقى اكس باور كام? اكس باور هاف. تمام? ماينس تو دي زي ما هي دي اكس. كده انت قربت ايه? تزبط المسألة. اكس باور نيجيتف تو زي ما هي. والتلاتة زي ما هي. المنظر اللي تحت دوت عايزين نزبطه. اكس مضروف اكس باور نص. الاكس دي كانها اكس باور وان صح. وفي اكس باور كام اكس باور هاف. معي ضم بقى الباورز مع بعض. رمى البيز نفس البيز ضم الباورز مع بعض هتجمعهم. هتجمع ايه الباور? يبقى اكس باور وان مضروفة في اكس باور هاف هيجمعها يبقى اكس باور كام يبقى اكس باور تلاتة على الاتنين. يبقى اكس قس تلاتة ايه? على الاتنين ناقص اتنين دي اكس. اخر خطوة بقى هيبقى x bar negative 2 زي ما هي التلاتة دي تنزل كده عالسطر و x power 3 over 2 تتزبط تبقى x power negative 3 over 2 minus 2 دي x يبقى ايه اللي عملناه هنا بدل ما هي x root x دي كانها x في x power half ضميت الباورز مع بعض طبعا جمعتهم لما يقابلك x power a times x power b يبقى x power x power a times x power b يبقى x power a plus b ده اللي هعملناه هنا البيز نفس البيز فتجمع الباورز مع بعض هيبقى x واحد زائد نص لهي واحد ونص لهي تلاتة على الاتنين وبعد الرفعتها فوق بال negative عشان اقدر اعمل لها integration هنا الintegration هيخش على كل term من دول هيبقى عندك اجابته سهلة خلاص بقى ما فيش علامة integration بقى دلوقتي اللي هيكتب دلوقتي ده الاجابة اجابة على طول ما فيش علامة integration هنا هتكتب ال x زي ما هي وهتزود واحد وتاسم على القس الجديد negative two plus one هيدي لك negative one وتاسم على negative one زائد التلاتة ملاكش دعوة بيا لان من الخواص اللي قلناها في الintegration انك بتطلع السابت برا وهيبقى عندك ال x هنا هتزود واحد هيبقى negative three over two plus one يعني سلب واحد ونص وتزود واحد يبقى ايه سلب نص وتاسم على ايه على سلب نص ناقص ان طبعا الintegration بتاع السابت بتلزق اجن بي اكس ودي برضو قلناها كل دوت زائد ايه زائد سي معايا قشتب براكد ده خلص مش عايزي كده انت خلصت الايه المسألة ونبتدي نخش في رول جديد ترجمة نانسي قنقر